ونحييكم إلى نقاش ملفنا ثالث روسيا تشترط الاستماع إلى مطالبها حتى توافق على العودة إلى معاهدة خفض الأسلحة النووية نيوستارت مع الولايات المتحدة هذا ما أعلنه المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف في لقاء مع صحيفة إزفاستيا الروسية حيث شدد في حديثه بأنه على الغرب تغيير موقفه من موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا تصليحات جاءت بعدما انتقدت الخارجية الأمريكية روسيا بعد تعليقها المشاركة في آخر معاهدة متبقية بين البلدين للسيطرة على الأسلحة النووية حيث أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحض من التسلح مالوري ستيورت أعلنت أن قرار روسيا هذا لن يجبر الدول الغربية على التخلي عن دعم أوكرانيا بل يؤكد ضرورة مساعدة كييف وفق قولها وكان الرئيس روسي بوتين أعلن الأسبوع الماضي تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيوستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولة ضرب قواعدها الجوية الأستراتيجية معتبرا أن بلاده لا يمكن أن تقبل عملية تفتيش أمريكية لمواقعها النووية بينما تفعى واشنطن كما يقول وحلفائها أو حلفاؤها الناتو لهزيمة روسيا في أوكرانيا معاهدة نيوستارت بدأت في ثمانينات القرن الماضي عقب محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية في السبعينات حيث تم الاتفاق على خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتم الاتفاق على عمليات التفتيش نصت على السماح لكل طرف بإجراء ما يصل إلى ثمان عشرة عملية تفتيش للتحقق من التزامه ببنود المعاهدة ماذا يعني تعليق روسيا لمعاهدة نيوستارت؟ قرار روسيا إشارة إلى أن أمريكا ليست شريكا جديرا بالثقة في أي اتفاقيات ومشاركات ديبلوماسية يعني أن موسكو لا تعتبر أي من الاتفاقيات السابقة مشروعة وأنها لن تكون مقيدة بأي معايير غربية سبق لروسيا أن علقت مشاركتها في معاهدات أخرى مع الولايات المتحدة نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من موسكو ديمتري بريجي المحللة السياسي أهلا بك ومن واشنطن حسين عبد الحسين الباحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات أهلا بكم ضيفي الكريمين واسمح لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ حسين أستاذ حسين لما تتحدث موسكو عن شروط يخص أو تخص هذه الشروط أمنها القومي هل تعتقد بأن هذه الشروط هي شروط مشروعة هي شروط حقيقية تضعها على الطاولة في الوقت المناسب أم أن هذه عملية مساومة كما تقول أصوات أمريكية مساء الخير ستريم أعتقد أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب لم يفوت الرئيس الروسي بوتين أي فرصة ليذكر العالم وخصوصاً والمتحدة أنه روسيا قوى نووية وهو يعتقد أنه يمكن استخدام هذه الورقة لتحسين الموقف الروسي في مواجهة القوى الدولية التي تنحاز لأوكرانيا أو في تحسين أي موقف تفاوضي آخر ولكن أعتقد أنه بالتخلي عن هذه الاتفاقية هو التفتيش متبادل يعني أن توقفت الولايات المتحدة عن تفتيش روسيا ستتوقف روسيا أيضاً عن تفتيش الولايات المتحدة وقد ينخرط الطرفان في حرب إعادة تسلح نووية مثل في أيام الحرب باردة فهذه التخلي عن الاتفاقية لا يؤذي الولايات المتحدة وهذا هو أنه تخلي من الجانبين وضد الجانبين في الوقت نفسه سيد ديمتري ما رأيك هل روسيا لما تضع هذه الشروط أو على الأقل تجدد التذكير بها هي ورقة ضغط تطرحها روسيا بين الوقت والآخر مساء الغير تحياتي لكم ولساد المشاهدين ولضيفكم كريم أعتقد بكل تأكيد الآن نعود إلى ما كان عليه الحال في زمن الاتحاد السوفيتي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية نتذكر في السبعينات تم توقيع أكثر من ستين اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة التي جهدت تصعيداً خطيراً وسباق في التسلح الآن نحن نعود إلى نفس الزمن هناك منافسة بين الرئيسين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن هناك انتخابات مقبلة هناك محاولة للرئيس الروس فلاديمير بوتين لكي يبرز الدور الروسي في المنطقة ويبني تحالف موازي للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عبر عمل التعامل بالعملة المحلية. عمل عملة جديدة لتعامل في الدول التي يعتبرها هو الرئيس الروس فلاديمير بوتين صديقة لروسيا. إذن تعليق روسيا باتفاقية نيوستارت هو العودة لسباق التسلح. هو عودة لتنافس روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية نتذكر في عهد الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان يواجه الإمبرالية العالمية. يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والصفة الغربية. ولكن سيد دمتري اسمح لي الأستاذ حسين يقول منذ قليل بأنه ليست من مصلحة روسيا كذلك تعليق مثل هكذا اتفاق ليست من مصلحتها العودة لسباق التسلح من كل الأطراف. روسيا ستكون متضررة هي أيضا. بكل تأكيد سيكون هناك ضرر في القطاع الاقتصادي. لأن روسيا اعتمدت في السنوات القليلة الماضية في حقبة بوريس يلتسن على الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وابرمت أكثر من كثير من الاتفاقيات في التعاون المجال الاقتصادي. وتبادل التفتيش فيما يخص الأسلحة النووية وتطوير الأسلحة. ولكن الآن أعتقد بأن في هذه الخطوة هو خطوة سياسية. أكثر من خطوة مجال العسكري. لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول أن يبرهن لداخل الروسي بأن الغرب هو عدو روسيا. الغرب يهدد الأمن القومي الروسي. يهدد روسيا في أوكرانيا. هو يسلح أوكرانيا بالسلاح. ما يهدد الأمن القومي الروسي. والآن حتى في ريف موسكو سقطت مسيرة أوكرانية. كما تتحدث وسائل إعلام روسية. فواضح بأن هذا التنافس وهذا اللعب المصطلحات بدأ يظهر بين الرئيسين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لأن الرئيسين مقبلين على حملة انتخابية. ولديهم نوع من التنافس لإبراس دور الدولة أو إبراس روسيا والولادة المتحدة الأمريكية. بأن هي لها الدورة المهم في العالم. طيب. ولكن يقول البعض أستاذ حسين بأن شروط روسيا كذلك شروط مشروعة. وروسيا أعادت طرح هذه النقاط. التي لطالما تحدثت عنها ليس فقط قبل البدء بالعملية العسكرية. وإنما حتى منذ 2008 روسيا تتحدث عن الحد من توسع الناتو على حدودها. واليوم أضافت لها وقف تسليح أوكرانيا. وهذا يقول بعض بأنها شروط مشروعة لحماية أمنها القومي. ولكن نحن نتحدث عن موضوعين. هناك أولا المخيلة الروسية حول التوسع العسكري على الأرض. وهناك العلاقة الأمريكية الروسية النووية فقط. يعني نحن هنا قوتان نوويتان انتواجهتات وأديان إلى كارثة. ولذلك هذه الاتفاقيات كانت دائما بمعزل عن الاختلافات السياسية الأخرى بين الطرفين أو بين روسيا وبقى. ولكن أستاذ حسين ما الذي ستفعله روسيا. هي اضطرت لوضع مثلها كذا. ملف تعلم بأن هذا الملف هو ملف ثقيل. ملف قوي. وأنه سيجلب انتباه العالم. لأن العالم والقوى الدولية كلها هي ترفض سباق التسلح. فوضعت هذا الملف مقابل طرح شروطها من جديد أو التسكير بها. ولكن حتى في زمن الاتحاد السوفيتي. والذي كان أقوى من روسيا بكثير. كان ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. حتى في الاتحاد السوفيتي كان هناك نوع من الضوابط للعلاقة النووية بين الدولتين. كان هناك خط ساخن بينهما لتفادي أي حوادث. فهذا حتى في عز المواجهة بينهما. كان هناك إدراك أنه لنترك الموضوع النووي جانبا. ولنبقي خطا مفتوحا. حتى لا نصل لحوادث تضر لروسيا وأمريكا. فحصلوا أنها كل الكرة الأرضية. فأعتقد أن هذه المرة روسيا تحاول إقحام الموضوع النووي بموضوع الخلافات بين الدولتين. وأعتقد أن وجهة النظر الأمريكي هي أنه نتواصل حول النووي حتى نبقي الخطر النووي في أدنى حدوده. ولكن الاختلافات الجيوستراتيجية الأخرى. أوكرانيا وغير أوكرانيا. هذه تبقى خارج موضوع المفاوضات أو المعاهدات النووية والخط الساخن والاتفاقيات النووية بين الدولتين. أستاذ ديمتري. يبقى السؤال. من الذي وضع المجموعة الدولية أمام هذه التحديات الخطيرة؟. من المسؤول عن تعليق هذا الاتفاق؟. روسيا وحدها تعنت واشنطن كما يقول مراقبون. استمرار أوروبا في فرض عقوبات. من الذي سيتحمل مسؤولية إمكانية أن ينفلت الموضوع مع أي خطوة خاطئة تأتي من أي طرف؟. وفق رؤية روسيا فإن المسبب الأساسي لتجميد روسيا الاتفاقيات وغير من الاتفاقيات التي كانت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الإتحاد الأوروبي. هو استمرار التصعيد. استمرار تقديم الأسلحة لأوكرانيا. استمرار التصعيد في حالة السياسية التي الآن نشهدها بين الطرفين. لأن الحالة السياسية وحالة دبلوماسية تشهد تصعيدا خطيرا وتنافس بين دولتين بين قوتين نوويتين. وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كل من الدولتين يحاول إبراس دورهم في العالم. روسيا الآن في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحاول أن تبني سياسة جديدة في التعامل مع الدولة الغربية. ما بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد 24 فبراير عام 2022. هذا الدور وهذه السياسات وتغيير فيه السياسة والتعامل بدأ يظهر بالفعل. وحتى دمتري مدفيدف تحدث في كثير من ما كتبه في تيليجرام عن موضوع التنافس الذي يحدث الآن. وعن نوع التهديد لألمن القومي الروسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصف الغربي. والذي يراه تهديدا مباشر لروسيا ولوجود روسيا في العالم. ولذلك هذا الدور وهذه السياسة الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن بدأت في تعليق التعامل في تفاقية نيو ستارتز. وأيضا حتى في التعامل مع الصف الغربي. لأن الآن روسيا تتجه نحو الشرق وتتعامل بسياسة جديدة بطريقة جديدة عن ما كانت عليه في حقبة بوريس يلسن وحتى في حقبة قرباتشوف. الذي كان يرى بأن لا يجب أن يكون هناك تصعيد خطير بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وحلف الشمال الأطلسي. الآن نشهد هذا التصعيد. لأن بوتين بدأ يواجه الغرب. يواجه الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى لو كان هذا الشيء في المجال السياسي يبقى هناك خطر على أن يحدث هناك استقامة مباشرة. كذلك روسيا من أن أوروبا هي طرف بشكل من الأشكال. لأنها تصلح بطريقة كبيرة. ولكن أستاذ حسين المعروف بأن من يهدد لا يفعل. هكذا على الأقل قاعدة تقول. وحضرتك استذكرت بأن روسيا هددت لأكثر من مرة بهذا النووي. إن لم يحترم الغرب هذه الشروط. هل تنتقل للفعل؟ تعتقد باختصار أن تكرمت. إن انتقلت للفعل. هي تدمر نفسه في الوقت نفسه. لأن النووي هو ردع متبادل من الجهتين. ليس سلاحاً هجومياً وتفوز روسيا على أثره. فهو يتحول مثل النحلة التي تقسر حياتها بعد هجومها. لا أعتقد أن روسيا ستقضب على ذلك. وأن أفضل مات كل العالم أمام مشكلة أن يكون السلاح النووي في أيدي قيادة مستعدة على القيام بهجوم نووي من هذا النووي. نعم. أود شكرك جزيلا. شكر من واشنطن. حسين عبد الحسين البحث في مركز الدفاع عن الديمقراطيات. والشكر كذلك لضيفي من موسكو ديمتري بريجي المحلل السياسي. شكراً لكم على المشاركة. السلام عليكم.